اشتركوا في القناة اليوم الارقام كانت من بين 20 إلى 25 درجة بالشمال بالمرتفعات وأيضا بجهة الساحل اليوم سجنة 23 بتونس العاصمة ببقية الجهات روحة الحرارة وصلت من بين 26 إلى 31 وصلت محليا إلى 35 بمناطق الجنوب وميزات تقسي اليوم شوفهم كالعادة من خلال تسلسل لسوء القمر الاصطناعي والمركز الحركي الفعال للمنظومة الجوية الحالية هو منخفض لضغط الجوي متواجد على الجنوب التونسي الجزائري نتوقع تنقل شرقا خلال الساعات القادمة يبقى الجنب الحرك يطلب منه كل اليقظة والحذار السماء اليوم كانت مغجزة جزئيا بمناطق الجنوب وأحيانا كثيفة تصحب بالشمال وبالوسط مع نزول أمطار محليا بعد ظهر بالمرتفعات الغربية الليلة معنين بتغيرات جذرية نتيجة ليوصول مجموعة من الكتال الهوائية البردة متواجدة حاليا بشمال جزائر هي إن شاء الله بيشتشمنها خلال الساعات القادمة تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الليلة الأرقام تكون من بين 12 إلى 16 درجة بالشمال وبالوسط بالأقل بالمرتفعات في حدود العشر درجات بالجنوب ممكن تتراوح من بين 16 إلى 20 درجة تصل محليا إلى 24 نزول الأمطار موقعا رادية مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال بالوسط وتشمل محليا مناطق الجنوب آخر الليل وانتوقع تجييل كميات نصب ينهمة بمناطق الشمال الغربي مع تواصل هوبر يحلقية قرب السواحل بالمرتفعات وأيضا بمناطق الجنوب تكون مسحوبة بدوير رملية محلية تأثيرات الكتال الهوائية البردة تكون واضحة بداية من يوم الغد أيضا تراجع مرتقب في درجات الحرارة نزولها بمعدل 5 إلى 7 درجات بأغلب مناطق البلاد الأهم هو نزول أمطار موقعا رادية بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة نتوقع الأمطار بشكون موقعا غزيرة بولايات الشمال تقريبا الحرار قصوى غدوة تنزل إلى مستوى 16 درجة بتونس الكبرى وأيضا بنابل نتوقع 15 بقليبيا 14 بزغوان 15 درجة بأقصى شمال ببنزرت نتوقع 13 بباجا بسليانا 14 بيتبرقة 13 درجة بجندوبة وأيضا بالكاف بمناطق الوسط نزول درجات الحرارة المستوى 13 درجة بتالى 17 بالقيروان بجية الساحل بسوسة وبالمنستير في حدود 16 درجة نتوقع 17 بالمهدية بسفاقس وبقرقمن حرار قصوى في مستوى 18 درجة نتوقع 16 بسيدي بوزيد أقل بالقسرين 14 درجة بمناطق الجنوب الغربي تزجيل 19 بقفسة 20 بتوزر وأيضا بيكبلي بالنسبة لقابس حرار قصوى في مستوى 19 19 أيضا بجزيرة جربة وبالنسبة لبقية مناطق الجنوب الشرقي نتوقع 21 بمدنين 23 بتطاوين وبرمادة بالإضافة إلى تواصل هوبري حلقوية بالمناطق الساحلية بالمرتفعات وأيضا بمناطق الجنوب وين تكون مسحوبة بدوير رملية محلية بالنسبة للملاحة والسيد البحري يكون ثمة أعلام بهبوب ريح قوية ساري المفعول ريح بقوة 7 إلى 8 من سلم بوفور ما يعادل 28 إلى 40 عقدة وتسلم أقل قوة 9 من سلم بوفور ما يعادل 41 إلى 47 عقدة بسوحنة شمالية منطقة تيسيرات وخليشتونس ريح تكون جنوبية شرقية ثم تتجه إلى غربية فشمالية غربية سرعتها من 40 إلى 50 عقدة بل تتقوى فعاليتها بعد دور تقريبا تتروح من بين 45 إلى 55 عقدة وتتجاوز الستين أثناء دور الصحب العادية البحر يكون هائج إلى شديد الهيجان بالشمال مع أمواج جيوز ارتفاحها 8 أمتار بالنسبة لخليش حمامات وبجية الساحل ريح تكون من قطاع شرقي ثم تتجه من قطاع الغربي سرعتها من 40 إلى 50 عقدة تتقوى فعاليتها بعد دور تتروح من بين 45 إلى 55 عقدة وتتجاوز الستين أثناء ظهور الخلايا العادية والبحر يكون هائج فشديد الهيجان بمنطقة الشابر يحتكون من قطاع الشرقي ثم تتجه من قطاع الغربي سرعتها من 40 إلى 45 عقدة وتتجاوز الـ 55 أثناء ظهور الصحب العادية والبحر يكون هائج فشديد الهيجان أما بخليج قابس والطيارات الهوائية تكون من قطاع الشرقي ثم تتجه إلى غربية سرعتها من 35 إلى 45 عقدة تتجاوز موقعاً من 55 أثناء ظهور الخلايا العادية والبحر يكون شديد الافتراب فهائج كل عادة نمد لكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية سماء سافية بنوكسات 36 درجة في منتاش بالدار بيضاء تقس مغيم جزئيا بالجزائر 22 سحب كثيفة بترابلوس 24 درجة حرارة مرتفعة بالخارطوم 44 نتوقع تزيد 36 بالقهرة بالبيقاء المقدسة 37 بالمدينة منورة 40 بمكة المكرمة سماء سافية بأبوذبي وبمسقط 37 36 بالدوحة تقس مغيم جزئيا بالكويت 33 32 ببغداد أمتار منتظرة بدمشق 27 درجة سماء سافية ببيروت وبالقدس الشريف 28 أجواء غيمة جزئيا بإسطنبول 21 بنسبة لأوروبا نتوقع نزول أمتار بروما 27 27 أيضا بفيانا 16 ببرلين 17 بامستردام ببركسيل 18 بجونيا 17 درجة ببريست 13 بلندن 21 بمارسيليا تقس كثيفة سحب بشبه الجزيرة الأيبيرية نتوقع 18 بمدريد و16 درجة بلاشبونة مع نزول بعض الأمتار تطور العضاء الجوي خلال الأيام القليلة القادمة تقلص في فعالية التقلوبات الجوية بداية من يوم الخميس نزول أمتار متفارقة بالشمال محاليا بالوسط وظهور بعض الصحاب التي تكون أحيانا كثيفة بمناطق الجنوب تتواصل رياح في غلبها من قطاع الغربي قوية قرب سواحل وبالمرتفعات معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات البحر يكون شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية للبلاد وتقريبا درجات حرار قصوى تتروح بين 15 إلى 20 درجة بالشمال وبالمرتفعات ببقية مناطق نتوقع أرقام تتروح بين 20 إلى 26 درجة يوم الجمعة مؤشرة نزول بعض الأمتار بالشمال في معدد ذلك ظهور صحاب عابرة بالوسط والجنوب تقلص في فعالية رياحها الغربية التي تبقى قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة لمعتدلة ببقية الجهات البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية واستقرار فيما يخص درجات الحرارة معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة غروبها في الساعة السابعة وثمان دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرسل الجويت الو دوبلو في بوميتيو بونتيان تبعثوا إرسالات قصيرة وللتصل برقم الموزع الصوتي 884040 أوقات صلاة اليوم الغد الموافق لستاش من شعبان صالة صبح بداية من الثالثة و47 دقيقة صالة الظهر من تصف النهار و23 دقيقة صالة العصر في الساعة الرابعة والثلاث دقائق صالة المغرب في الساعة سابعة وحدشين دقيقة وصالة العشاء بإذن الله في الساعة الثامنة و47 دقيقة شكرا على حسن المتابعة والإتمام وإلى اللقاء